موسيقى أهلا بكم مرة كمان مع قناة فانحاوس نستكمل فيها كسوة الأرنان ويقوم بسكا الأرنان بعد أن وصلنا الى الشاف بعد ان لذقنا على الأجزاء وقوم بعمل وقوم بعمل وقوم بعمل بالمنظر والبوز الأرنان يمكننا أن تخيله ممكن تبساطة جدا يجبه التبوس طبعاً هيختلف اختلاف جازري مجرد ما يتحطى علي القماش طيب نبتل بقى الكسوة طبعاً الكسوة في الأرنب ألوان كتير كل واحد يحب مثلاً أرنب كرمادي في أبيض بينك في أبيض أصفر في أبيض في ألوان كتير اللبني في أبيض يعني الألوان مفتوحة بالنسبة للمسكات مش هترجع للرياليتي بتاعت كل حيوان بنخلي في تصنيع المسكات الموضوع مفتوح حسب الألوان اللي الأطفال بتحبها أكتر طيب نبتدي نكس منين؟ نبتدي مثلاً بالودان الودن أنا بحب دايماً أبتدي باللون الفشية في البطن بتاعت الودن هذا قماش مهير سأبتدي خط غيرها وضع طرفة أكترين بنوضع جيداً وضع القماش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قطعة أكترين ترجمة نانسي قطعة أكترين أضغطي الزيادة لكنه لا يوجد أكثر أأخذ البق أضغطي الزيادة أضغطي الزيادة أضغطي الزيادة أضغطي الزيادة أضغطي الزيادة هذا المنظر أضغطي الزيادة نتحدث عن كسبة الفرو الفرو ليه اتجاه أي فرو يتبع في السوق دائما تلاقي ليه اتجاه يعني لو أخذتوا بالكوا معي ده مثلا اتجاهه لتحت بصوا لما بماشي إيديا مع الاتجاه بيديني لمعة لما بعكس إيديا بيديني شكل تاني من الجنب من عكش هو أنسب اتجاه دي لتحت فالطبيعي دائما وأنا بكسي من فوق لتحت الأفرول لما بيجي مفصله برضو الفروك كله يبقى الجسم كله بتاع المسك من أول الرأس لغاية جسفة الرجل تحت كله يبقى من فوق لتحت ده الطبيعي بتاع لأي حيوان لو قابلته في الشارع هتلاقي برضو الفروك بتاعه الطبيعي من فوق لتحت طيب احنا عايزوه في القرنة بنعمل حتة جمالية كده فهناخد في الوش مثلا جزئية بغاية تحت هنا كده يبقى منها أبيض كجزئ جمالي يعني كده بنتن نحط الفرو بتاعنا زي ما لقلتلكم الفروت اتجاهه بتحته هبتدي ازغط القماش او الفرن من غير غيره نحن انه اعرف كل الاماكن فيه واللي يحب يسهر عن نفسه طبعا بده رويس عشان القماش ما يجريش منه على الحدود بتاعتي الخط ده ابتدي اضغط غيره الميزة في الفرن مش بحتاج بقى اوزع الغيره بسبوع او حاجه لانه يفرغ تقيل فهيحتاج انه يشرب غيره فمحتاج اسيب له شوية دايما انتوا شايفين كده او دايما انتوا شايفين كده اوزع 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 طبيعي جدا باز انت اكملها بعد يعني انت تخيط لوحدها طبعا شاطرتي اني ما بينش البنس في الاماكن الظاهرة في المصر حاول اباين كل الاماكن المكشوفة تبقى بمنطق ده ده اللي بيفرغ شغله عم شغله اوزعي جدا انا كده اوزعي جدا اوزعي الاخيرة اوزعي جدا اوزعي جدا اوزعي جدا اوزعي جدا اشتركوا في القناة كده كده هنا بخيات الودن والرموش فدول هيختفوا تماما الخياطة في الفرو اسهل من الخياطة في المهير لان الوبرة بتاعت الفرو عالية بتغطي معايا الخياطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هكذا كلها هبتدي بقى في الجزء الابيض احدد برضو اتجاه الفرو ماشي ازاي او بتحت كافي لا لا كافي نضرب اللقاء يهي اوكي وضع يجب أخطريرا شكراً لكم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا